السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسد لله مساكم كل خير معك واخوكم ستانق احطاني من موقع التقنية بالحدود في هذا الفيديو ستكلم عن حاسب متحول مثير الاهتمام مقدم من قبل شركة توشيبا هذا الحاسب يربس من ساتيلايت راديوس 12 هذا الحاسب سيكون توفر ان شاء الله بنهاية الشهر الحالي وبدايات شهر نوفمبر بسعر يبدأ من 1299 دولار ميكي نسخة 4K ونسخة 1080P ستكون ارخص طبعا الشي الميز هذا الحاسب المتحول هو امتلاك شاشة بمقاس 12.5 انش بدقة 4K الحاسب يأتي بتصميم وجود تصنيع عالي جدا مادة المعدن وبسماكها جدا معقولة 15.2 مم وازي كامله 1.3 كيلو جرام الحاسب يأتي بعدد من المنافذ والازرار الـ HDMI 1.4 قادر على بث محتوى بدقة 4K بسرعة 30 هرتز كنت تتمنى ان يكون HDMI النسخة الثانية والتي بمكانها بث محتوى بنفس الدقة لكن بسرعة عالية 60 هرتز عندك منفذين USB 3.0 ومنفذ الجديد اللي هو 3.1 Type C Thunderbolt المقدم من قبل شركة انتل والتي يعطيك سرعات عالية وبث المحتوى على اكثر من شاشة ووصله حتى لو كان بالمقلوب قارئ للذاكرة الخارجية 3.5 مم لمايكروفون والسماعة وزر التحكم المستوى الصوت وزر الطاقة لوحة المفاتيح تأتي بأزرار جدا بارزة مع كتابة جيدة من خلال تجربة سريعة منطقة الفارة تحمل لنا او تقدم لنا زر الايمة وزر الايصر مدمج نحتاج وقت عشان نقدر نحكم على منطقة الفارة تحديدا ولوحة المفاتيح بالنسبة للوضعيات اللي بإمكانك فعلها مع هذا الحاسب فهو يشبه ما هو موجود في سلسلة اليوغا المقدم من قبل شركة لينوبو يعني بإمكانك لف الشاشة بزاوية 260 درجة وبإمكانك تحويلها إلى وضعية الخيمة الجهاز اللوحي أو حتى مسند العرض أو حتى الحاسب بالطريقة الطبيعية الشاشة هنا عندك 12.5 عش النسخة اللي عندكم هنا هي 4K 2160x3840 IBS Adobe RPG 100% هذه نسبة الألوان وحاصل على ترخيص للتكني Color والتي تعطيك نسبة ألوان عالية جدا بحيث يكون كل شي ممتاز وخاصة هذه مناسبة للأشخاص المهتمين في موضوع الألوان وعمق الألوان مثل الأسود وغيرها شاشة جميلة جدا IPS زواي الرؤية جدا جيدة الألوان تظهر بشكل ممتاز التفاصيل مع كتاب بيكسلات تقريبا 325 بيكسل لكل إنش جدا رائعي لكن تحتاج إلى محتوى يدعم دقة 4K أخيرا وليس آخرا بالنسبة للمواصفات فالنسخة لإمامكم هنا تأتي بمعالج Core i7-6500U الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت 256 SSD وذاكرة عشوائية من نوع LPDDR3 الانتل HD اللي هو 520 طبعا الحاسبياتي بنظام الويندوز 10 مع دعمه لتقنية أو خدمة الويندوز هلو ومن خلال استخدام كاميرات في الجهة الأمامية توقعت أنها مقدمة من قبل شركة انتل وتقنية الريل سينس لكن طلعت وحسب ما وضح للموظف أنها كاميرات بالأشعة تحت الحمراء مقدمة من قبل شركة توشيبا وحسب ما جرب أمامي أنه كانت الاستيابة جدا سريعة هذا فيما يخص بتوشيبا ساتيلايت راديوس 12 حاسم مثيل الاهتمام وشراكم أنتم في هذا الحاسب شاركونا برأيكم في خانة التعليقات وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى تضغط على زر اللايك وزر الاشتراك نشوفكم أخياني إن شاء الله مع ألف سلامة